السؤال اللي بعد كده بيقول لو سمحت وفي حديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل إنجاب الزكور ليس هناك حديث يتعلق بإنجاب الزكور مباشرة ولكن هناك الكلام عن تفضيل المرأة التي تنجب لماذا؟ لأن أحد المقاصد الموجودة في الشريعة للزواج إن الحصول على الولد فده موجود تزوجوا من ضمن الصفات اللي فيها الولود يعني اللي بتخلف فده أحد التفضيلات في اختيار المرأة لكن ليس معنى ذلك النواء لا نتزوج امرأة لا تلت لا ليس في هذا وفشان كده كل الحاجات دي على سبيل ماذا؟ على سبيل التفضيل على سبيل الإشارة إلى ذلك لكن ليس هناك مسألة تفضيل حد إنه هو ينجب ذكراً خالص بالعكس ده إحنا الحديث اللي عندنا وكأنها تشير إلى فضل إنجاب الفتاة بالعكس ده في حديث حسنا الإمام ناوه وغيره أن من بركة المرأة أن تبكر بأنسة من بركة المرأة أن تبكر بإيه؟ بأنسة يعني إيه؟ يعني من علامة بركة المرأة أن يكون أول خلفتها بنات والحديث ده حديث حسن بمجموع طرق يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى كده؟ لا ده إحنا عندنا حاجات العكس إحنا عندنا حاجات الإيه؟ العكس فده معنى إيه؟ إنه ما فيش فكرة إن الأفضل إنه يخلف رجل يخلف ذكر أو أنسة ما فيش الأفضلية لأفضلية خلفة الزكور أو الإنناس لكن اللي ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رزقه الله ثلاثة من هاتيك البنات فأحسن تأديبون وتعليمون كنا له حجابا من النار يوم القيامة فسامعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة فقالوا طب واثنين يا رسول الله قال اثنتان قال واحدة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه أقر بذلك يبقى إيه اللي حاصل إن هذه تبين فضل خلفة البنات وده معناه إنه يستبعد وجود مثل هذا يعني وخلينا نكون واضحين لم أتطلع في الأحاديث الصحيحة عن لفظ صريح كده يفضل خلفة الأولاد على خلفة البنات ليس هناك حديث صريح في هذا المعنى الذي سئلت عنه وهو مسألة عن فضل إنجاب الزكور من دون البنات والله أعلم